اشتركوا في القناة والعالمية خلال مشاركتها في جميع القمم والمؤتمرات والمحافل لتقوية وحدة الصف العربي حيال مختلف القضايا تحظى مملكة البحرين بثقة ومكانة سياسية واقتصادية على المستوى العربي والدولي لما تنتهجه من سياسة متزنة وحكيمة جاءت بفضل توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله حيث سعت المملكة على مر العصور والأزمنة للنهوض بمستويات التنسيق والتشاور بين الدول العربية والعالمية خلال مشاركتها في جميع القمم والمؤتمرات والمحافل الخليجية والعربية والدولية لتقوية وحدة الصف العربي حيال مختلف القضايا وإيجاد صيقة للتوافقات تكون مفرداتها نابعة من القيم والمبادئ الإسلامية وتجسد ذلك جليا من خلال ثبات مواقفها الداعمة لكل جهد عربي يسعى لنبذ الخلافات ورص الصفوف ومواجهة التحديات واضعة بصمتها في اتخاذ التدابير والآليات الجادة التي تساعد الدول كافة على العبور منها بسلام هذا وسعت مملكة البحرين للنهوض بمستويات التنسيق والتشاور بين الدول الصديقة والشقيقة من خلال المحافل الخليجية والعربية والعالمية لتقوية وحدة الصف العربي وتبني العديد من القضايا وتدعم كافة الحلول السلمية والتي لن تأتي إلا من خلال تطوير العمل الجماعي وذلك بما يحفظ أمن وسلامة واستقرار دول المنطقة هذا وما تجلى واضحا في مساندة مملكة البحرين للعديد من الدول وقفت كحاجز منيع أمام كافة القضايا الهامة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والقرصنة ولعبت دورا بارزا وفعالا على الصعيد السياسي والاقتصادي هذا وما تشهد له المواقف التاريخية للمملكة في الدفاع عن عروبتها لكونها جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية من خلال ترأسها أو حضورها للقمم والمحافل الخليجية والعربية والدولية والتي تكون فيه حاضرة ومساندة لكل موقف عربي أو دولي من شأنه أن يخرج بتوافقات تخدم البشرية جمعا على كافة العصعدة